اليوم كانت إيران على موعد مع هزة سياسية كبيرة تمثلت بحادث مصرى الرئيس إبراهيم رئيسي وأيضا هنا التساؤل عن مدى تأثير هذه الحادثة والهزة السياسية على الداخل الإيراني أعتقد أن إيران قد تعرضت إلى هزات كبيرة من 1979 إلى اليوم كانت هناك كثير من الاختيالات كثير من الانفجارات آخرها صار قضية الحصار الاقتصادي لذلك حسب ما فهمنا من بيان القيادة الإيرانية يقولون أن الأمور ستمضي إلى ما هي عليه وبالتالي سوف تكون هناك وفق المادة 131 من الدستور الإيراني 50 يوم يتفق على اسم أو انتخابات لتحديد من هو رئيس الجمهورية المقبل وبدليل ذلك اليوم قد عينوا بنفس الوقت الذي تسير به إيران في المأتم والعزاء عينت في نفس اليوم وزير للخارجي هذا يعني أن الحكومة الإيرانية ماضية باستحقاقاتها ولن تقف عند أسماء وبالتالي صحيح هي فقدان كبير يعتقدون بهذا الاسم الكبير الذي أسس لقاعدة دبلوماسية كبيرة وكانت هناك علاقة طيبة مع الدول وأقصد هنا بالذكر وزير خارجيته كذلك عبداللهيان التي كانت إلى حظوة كبيرة في كثير من الاختناقات الحاصلة ما بين المملكة العربية السعودية وإيران وكذلك ما بين الإمارات وحتى كذلك ما بين مصر لذلك لاحظت اليوم كثير من الدول كل دول العربية اليوم كانت تواسي الجمهورية الإسلامية الاتحاد الأوروبي اليوم يواسي الجمهورية الإسلامية البيت الأبيض يعني الرئيس الأمريكي ترك إجازته وذهب إلى البيت الأبيض ليرى كيف ستسير الأمور ومن هو الرئيس المرتقب هل سيكون المحافظين من إصلاحين لذلك العالم كله يترقب من هو الرئيس المقبل لكن إيران أنا أعتقد سوف لن تتأثر باسم رئيس لديها منهج ودستور ولديها المرشد الأعلى هو الذي يسير أمور البلاد لكن يحتاج إلى رئيس جمهورية قوي يعني ينفذ هذه الأدوات بالطريقة الصحيحة ليراها مناسبة خدمة الصالح العام والصالح الإيراني نعم يعني لا يخفى سيد نبيل عن إيران التي بالفعل تلعب دورا رئيسيا في المنطقة وكما ذكرت سلفا جنبك برأيك هل بالفعل لوفاة رئيس اليوم وحلول رئيس آخر كما ذكرت وفق المادة 31 من الدستور خلال 50 يوما هذا هل يوم بتولي الرئاسة محمد مخبر هل سيكون له دور في تغيير طريقة التعامل طهران مع ملفات إقليمية شائكة لا أعتقد أنه بالخمسين يوم سيغير من هذه الملفات يحتاج إلى رئيس جمهورية منتخب أعتقد أن المرحلة المقبلة هي مرحلة ليست بالمرحلة السهلة باعتبار أنه كثير من الملفات أمام الجمهورية الإسلامية وهما هذه الملفات الملف النووي ملف الخمسة زائد واحد الذي مر بنكسات ومطبات كبيرة لذلك تسعى اليوم إيران إلى إيجاد رئيس كذلك مقبول أو على الأقل يمكن أن يتعاطى مع الأحداث ويستثمر هذه الإيجابية التي حاصلة لو لاحظت حتى العداء مع الولايات المتحدة لم يكن هناك عداء مباشرا أو عداء عسكريا مشت الجمهورية الإسلامية بأمور يمكن أن تكون وسطية في بعض الشيء وخصوصا في الملفات العامة لذلك تحتاج إلى رئيس جمهورية قادر على أن يكمل المسئل وهذا ما شفناه حتى في البيان الصادر اليوم من الرئاسة الإيرانية نمضي باستحقاقاتنا عدنا مجموعة أمور وهذه الثوابت سوف لن تتغير بتغير الرؤساء صحيح أن رئيسي كانت لديه حظوة كبيرة لديه مقبولية يسمى الخادم للشعب يسمى حكومة الشعبية لديه من القاعدة الجمهورية سواء بالداخل وبالخارج لكن أنا بتقديري يمكن أن يتفقوا على اسم أو يختار الشعب الإيراني اسم كذلك يمضي بالاستحقاقات الإيرانية الاستحقاقات كبيرة خصوصا مع الجانب الأوروبي مع الغرب مع الولايات المتحدة الأمريكية كثيرا من ملفات العالقة لاقتصاد القضية العقوبات التي فرضها ترامب هذا كله أنا أعتقد على عاتق من يتصدى ويتسنم المنصب خلال الخمس أو ستة أشهر القادمة اشتركوا في القناة